من أعظم النعم على الخطيب إن وفقه الله أن يعد الإعداد الممتاز الطيب الجيد لخطبة الجبعة لما؟ أول لأنها شعيرة وعبادة يجب أن يحرص عليها كما حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنه ومن سار على طريقته ثانياً أنه هو الوقت الوحيد الذي يأتي المسلم إليك طواعية وقد فرغ قلبه وذهنه ونفسه من جميع الأشخاص ما أتى إلا لهذا الأمر بينما في غيرها من محاضرة أو كلمة أو درس إذا به يأتي وربما أتى فجلس بعض الوقت وذهب وربما لو جلس كل الوقت ذهب ذهنه في بعضها لكن في الخطبة هو يعرف أن الاستماع والإنصات من أولها إلى آخرها له أجر مترتب على ذلك إذن أتى إليك هؤلاء وإذا بك قد أعدت خطبة طيبة يتحدث الناس ويبقى أثر هذه الخطبة أياماً أما أن يخطب خطبة أي خطبة ولا تعرف مقاصدها ولا يعرف أولها من آخرها وإذا بآخر أمر الناس أنهم إذا خرجوا إذا بهم وبأذانهم يشتغلون في البيع والشراء وفي القيل والقال من غير أن يكون هناك آثر وتأثير لخطبتك على الناس ثم هو أجر من الله عز وجل بل إن الخطبة والله لو أن الخطيب اهتم بها لأصطلته تأصيلاً علمياً لما؟ لأنه لو اجتهد يعرف أنه أمام جمع وهذا الجمع يحتاج إلى تجديد في المعلومات ويحتاج إلى أن تضبط المعلومة إذا أردت أن تفيد نفسك وتفيده إذا بك تبحث ثم أي سجية لما يصل الإنسان إلى مرحلة ما إذا بالخطبة تصبح عليه من أسهل ما يكون ترجمة نانسي قنقر